أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العلي العظيم هذه الآيات التي تلوناها في سورة التوبة استمرار للآيات السابقة في الليالي الماضية حول صفات المنافقين الذين كانوا يؤذون رسول الله ويبثون السموم في أوساط المسلمين المخلصين في المدينة تارة وفي الحروب تارة وخاصة حول غزوة التبوك وما حدث في الرجوع إلى المدينة كل آية من هذه الآيات لها قصة لها حكاية لها شأن نزول وقلنا دائما أن شأن النزول لا يعني أن هذه الآية فقط حول فلان أو حول فلان القرآن عام يشملنا نحن أيضا اللي قاعدين هنا الآن كل آية من آيات القرآن إلا الآيات الخاصة في ولاية علي أمير المؤمنين لذاك شيء آخر أما الآيات العامة التي تصف صفات المؤمنين تشرح صفات المؤمنين عامة لكل المؤمنين سواء زمن رسول الله أو الآن إلى يوم القيامة وكذلك الآيات التي تشرح صفات المنافقين أيضا عامة ولكن شأن النزول يعني شنو؟ يعني أن قصة حدثت في اليوم الفلاني من الشخص الفلاني فنزلت آية هذا معنى شأن النزول طيب أول آية قرأناها يجب أن نشرحها بإمعان يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إحنا هالليالي الماضية شنو قلنا دائما قلنا أن رسول الله لم يقاتل المنافقين فقط قاتل الكفار والمشركين واليهود الذين دبروا وخططوا وتآمروا ضد رسول الله صح أو لا؟ فالآن آية شنو تقول تقول أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين الكفار واضح مشركين يخططون ضد رسول الله يريدون أن يهجموا على المدينة أنت لازم تدافع المسلمون دافعوا عن بيضة الإسلام وعن الوطن وعن الدين وعن القرآن وعن الرسول المنافقين المنافقين ويانا يعيشون يأتون إلى الصلاة يأتون إلى المسجد في الظاهر يشتركون في الحروب وقلنا كم مرة في الليالي الماضية أنه لم يقاتل أو لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منافقا واحدا أبدا طيل حياته فشنو معنى هذه الآية واضحة ولكن يحتاج إلى تأمل جاهد من كلمة شنو الجهد الجهد يعني بذل ما في وسعك الآلم احنا نجاهد شنو نجاهد ننصح الناس انتم تنصحون أولادكم تربون عيالكم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر بدايتها بقلوبنا ثم بألسنتنا ثم بأيدينا ثم بالمؤلفة يقول وهكذا هذا أليس نوعا من الجهد نوع من الجهد عندما يقول جاهد لازم ينفرق بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أنه يقاتل من يقاتله المنافقين هل جيشوا جيشا لا هل قتلوا أحدا لا أرادوا التفتوا أرادوا أن يقتلوا الرسول هذه جريمة كبرى ولكن ما قتلوا الله ما وفقهم جابرأيل نزل في العقبة في الطريق بين تبوك إلى المدينة يا رسول الله هذول مخططين يقتالوك ولكن لم يوفقهم فلذلك قتال ما كو فكيف أقاتل فكيف أجاهدهم واغلظ عليهم بدليل هذه العوارة واغلظ عليهم يعني شنو يعني أنت بكيفك يا رسول الله أنت المخطط أنت المنفذ أنت اللي تعرف شنو المصلحة حتى أكو في كتبنا الفقهية اغلظ عليهم مرة كان رسول الله يؤنبهم مرة يعاتبهم مرة يهددهم مرة يمكن أن ينفيهم عن المدينة وما نفى نعم إذا ارتدوا يجب قتالهم ارتدوا يعني شنو يعني أعلنوا الكفر لا هذول كانوا مصيبة كانوا يجون للمسجد كانوا يتزاوجون يتناكحون مع المسلمين المخلصين عادي مسلمين مثلنا فالجواب شنو صار الجهاد على قسمين جهاد الكفار إذا هجموا علينا يجب أن ندافع ونقاتلهم جهاد المنافقين بالغلدة عليهم غلدة يعني الغلدة بها مراتب واحد يزعل مننا مثلا الآن إذا تريد مثلا تربي ابنك شي تسوي طبعا ابنك مو منافق الحمد لله مؤمنين كلنا ولكن كمثال أول شي تنصحه ثاني شي يدز إلى مدرسة محافظة متدينة مو مدارس اللهوة اللعب اللي الآن منتشرة في البلاد الإسلامية لوما تريد تروح إلى السفر إلى أوروبا أنت تأخذه إياك متخلي واحدة يروح رعاية تسوي مع كل هذا ما يقبل شو تسوي شوي تزعلوا إياه شوي تأنبه شوي تهدده اغلض علي ما هذا معناته طبعا مثال قلنا للأولاد وإلا هم مو منافقين كلهم طيبين أولاد أكباد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ولكن خليعلموا ليعلم الكفار والمنافقين شنو يعلموا ومأواهم جهنم إذا كبير الله بعد مو إحنا إحنا تكليفنا الشرعي الرسول تكليفه الشرعي شنو كان يداريهم يؤنبهم يعاتبهم يغلض عليهم ودورات كان يطلبهم تعالوا أنتوا في الخيمة الفلانية جنتوا قاعدين حذيفة بن اليمان سمعكم كانوا يسبون رسول الله سب في الروايات أكو هم في جيش رسول الله يسبون رسول الله أنتم الذين اجتمعتم في العقبة ودبرتم لاغتيالي يعني شنو قالوا قالوا لا كنا نخوض ونلعب النبي كان يقبل مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى أن يهدئ الوضع حتى قد تصير حرب داخلية هذه درجات الغلظة أما مع الكفار لا قتال طبعا كالدفاع الآخرة بعد مو بيدنا معنا يوم القيامة هذا أيضا يعلمنا في الشيء هذه الآية كل الآيات تعلم وتربي احنا تكليفنا اخواني نسعى لهداية الناس قبلوا فبها ونعمة ما قبلوا احنا منقول أنه أنت أهل جهنم احنا شعلنا متد شلون صاير اليوم في هذا العاصر صاير أيضا نوع من الإفراط والتفريط يعني واحد متدين يشوف غيره اللي مو هو يجي للمسجد يعتبر فاسق لا يعتبر مو يشكل شوية مثلا ما يراعي بعض العمور يتهم بالفسق والفجور هذا متكليف اولا ادعو الى ربك الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن هاي يقول رايحة ثانيا من يدر هذا مو احسن مني من يقول يمكن بعدين يصير احسن مني اصلا فمدارات الناس نعم يوم القيامة احنا ما علينا هو الله يقول انتو تعاملكم مع المنافقين يجب ان يكون تعامل هادئ ولكن غلظة والغلظة تتدرج بالمصلحة ايضا المصلحة تقتضي اليوم انه مع فلان يتعامل الرسول هذه المعاملة والمصلحة اقتضت في قضية العقبة ان يتوب عليهم يلا ما يخالف روحوا هذه النبي هو ليشوف المصلحة يوم القيامة احنا شاعلنا هو يقول يوم القيامة شا يصير ومأواهم جهنم وبئس المصير احنا ما علانا بعد بئس المصير يعني ماكو مصير ابأس واتعس من جهنم خب من تلك القصص شنو قلنا شأنه النزول فقط لسبب مجيء الآية والله هي تطبق على الجميع والى عصرنا هذا منها يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرَ يَذُولَ عندما كانوا يجتمعون بين بعضهم سواء في المسير الى الحروب او في المدينة كانوا يكفرون اصلا يكفرون بالله وباليوم القيام بس عَلَنًا لا عَلَنًا مَيْسَوْنَ هَذَا أَسْلَمُوا بعدين كفروا الرأي يمكن المقبول هو هذا انه هذول بعد فتح مكة وقبل فتح مكة في اوج بزوغ نور الاسلام اجوا للاسلام بعدين المصالح اقتضت انهم يبتعدون عن الاسلام فكفروا بعد اسلامهم المشكلة مو هذي وهموا بما لم ينالوا هموا بما لم ينالوا جملة خطيرة يعني ارادوا وقرروا وصمموا وتآمروا لقتل رسول الله وقصص كثيرة منها قضية العقبة اللي شرحناها قبل ليلة او ليلة هموا ولكن شنو صار لم ينالوا ليش لم ينالوا جبرائيل عليه السلام نزل على قلب رسول الله يا محمد اللهم صلى على الله في مسيرك في الجبل وانت تجوز في العقبة عقبة يعني مكان كأداء في الجبل هذول مخططين أن ينفرون بعيرك عمار موجود وحذيف موجودين والقصة معروفة وذكرناها لكم لا أكرر فلم ينالوا ما أرادوا بالنتيجة قتل ما صار اغتيال ما صار طيب هذول اش بيهم ليش يشكل يسوون شوف الجملة جدا أدبية رائعة وكل القرآن رائعة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله شير دونه ذوله الجزيرة العربية وحواليها كانت تعيش أحلك ظروفها قبل رسول الله قبل بعثة رسول الله وقلوا التاريخ شوفوا شنو كانوا هذوله أولا حروب دائما بين القبائل والعشائق وسابي النساء وسرقات وظلم الناس وفقر مدقع أكل ما كان عندهم إجا الرسول أغناهم وما نقموا شير دون هذا هذه النوع من التهكم والاستهزاء بهم يعني بدل التفتوا إلى الآية بدل أن يشكروا رسول الله ويشكر الله لهذه النعم المتوفرة بعد البعثة وخاصة في المدينة والغنائم التي حصلوا عليها ووزعها رسول الله عليهم بدل أن يشكروا رسول الله شي يشوفون يشوفون هاي المؤامرات هذه الجملة من باب التعجب والاستهزاء بهم وما نقموا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله يعني مثل واحد يقول بدل ما أنا أعطيتك قرضة حتى تصير تاجر وكاسب الآن تجي تسيبني بالدواوين أو تتهمني الشكل بدل أن تشكرني واللطيفة هنا شوفوا الكلمة هذول اللي يتهمون ويقولون أنتو تتوسلون بالأمة وبالرسول وتطلبون حوائجكم من الرسول الكلمة شنو الجملة شنو أغناهم الله ورسوله وشانا لازم يقول أغناهم الله لأن كل شي من الله ورسوله شنو يعني هذول وسائط الفيض علينا نحن لما نتوسل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة عليهم السلام لأننا نعتقد أنهم وسائط للفيض الإلهي فهم يغنون أيضا كما أن الله بس شنو أصل الإغناء ممن من الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا ولذلك يقول من فضله ما يقول من فضلهما المفروض المفروض شنو في الآية لازم يقول أن أغناهم الله ورسوله من فضلهما تثنية يقول من فضله لأن الفضل الحقيقي لله سبحانه وتعالى والرسول الواسطة الفيض كما يقولون خب مع كل تدبيراتهم ومؤامراتهم ورادوا يغتالون رسول الله مع ذلك باب التوبة مفتوحة فإن يتوبوا حقيقة الله أرحم الراحمين منافق تستوي مشاكل ويريد أن يغتال رسول الله مع ذلك باب التوبة مفتوحة فإن يتوبوا يكون خيرا لهم هنا بعض المفسرين يقولون هذول كانوا طوائف كثيرة من المنافقين حول رسول الله بعضهم ندم ويجيبون أسماءهم نحن دائما من جيب أسماء يجوا وبعدين تابوا خب أهلا وسهلا وبعضهم استشهدوا بعضين فإن يتوبوا يكون خيرا لهم خير في الدنيا وخير في الآخرة وإن يتولوا يعني يعارضوا يذهبوا لا يقبلوا التوبة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما وين في الدنيا والآخرة في الدنيا منبوذين صاروا هذول أيام الرسول بس بعدين صارت لهم جولة وتصولة معلنة بس بالنتيجة كانوا كان يشاروا إليهم بالبنان أن هذا منافق هذا سوى جدي و جدي خاصة الخلص من أصحاب رسول الله كانوا يعرفوهم أو في الدنيا يعني بالنتيجة الانتصار لمن صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذول ما انتصروا وكانوا يقولون أنه هذا يروح إلى الروم في خضية تابوك كانوا يعيبون على الرسول يقول هذا بعدين يفكر أنه هذه حروب عادية الروم يقتلهم كلهم بشكل كانوا يقولون ولكن الانتصار صار الرسول فالعذاب والأليم في الدنيا والآخرة الآخرة معروفة جهنم وبئس المصير خبعدهم أحد يساعدهم لا وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يحتاج صلوات أتصوّر ملي هذه وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير واضح العبارة واضحة شنو يعني في الأرض من ولي يعني بيناتهم أحد ما يساعد الثاني المنافق إخواني من قاع منافق حتى مع ربعة هذه صفة مذمومة في الإنسان يعني نستجير بالله هذه الصفات يعني إذا أجت إلى الإنسان بعد ويا ربعة أيضا يخالف فولي ما عنده حتى في الدنيا ما عنده نصير ينصره ما عنده في الأخرة معروف لأن الآية تقول في الأرض في الأرض يعني في حياة يعني مو في الممات في الممات واضح ما حديش فعله ولكن حتى في الدنيا ما عنده لا ولي ولا نصير خوب هذا خلصنا منه بعد قصة ثانية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالح فالواحد من المنافقين وينبه قصة يجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا فقير أدعو حتى الله يغنيني الرسول نصحا قال لك في في أسوة حسنة يعني أنا فقير مثلك أنا عايش زاهد والأحسن إلك أنه لصي الغني حقيقة بعض الأوقات الإنسان يفكر لمن يشوف بعض العينات في المجتمع يشوف فلان كان دائما في حالة متدينة والزاهدة وعابدة وحالات تقوى الله رزقه فد مرة الصهر أشرا بطرة لا صلاة لا صيام يعني فالنتيجة المال يفسد ربما يفسد النبي نصحه قال له الآن حالتك أفضل لأنه من يدري أنه أنت بكرة إذا صرت غني من يدري أنه تبقى على حالة كل يوم بالصلاة كل يوم في المسجد دائما أنت في تعبد خب راح هذا اسمه موجود اسمه ثعلبة رجع بعد شميون قال يا رسول الله ادعوا لي كأنه كان نصف منافق هذا ليش نصف منافق لأنه يعرف أنه دعاء الرسول مستجاب يعني عنده عقيدة بس مو تلك العقيدة الراسخة النبي أمشاف خير شكر ما يخالف توسل إلى الله يا ربي أغنه صار غني راح واشترى غنم وشنه ويبقى قضايا بعض القصص تقول قصص كثيرة به هاي الآية شم واحد هالشكل واحد حصل لورث مثلا واحد اشترى غنم وصار غني المهم كان صار له ثروة المدينة بعد ما كان إلى مجال يبقى به المدينة صغيرة بعد مثل مسجد رسول الله آه المدينة فخرج من المدينة صار وقت الزكاة فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم جبات يلا جيبوا زكاة قال في التكلمة هواية قبيحة في التاريخ ثابت يقول معنى ذلك مضمون ذلك أنه هذا يشبه الجزية يعني شنون تأخذون جزية من الكفار شنو إحنا كفار حتى ندفع الجزية وما كان يشترك في مسجد الرسول لا صلاة لا يوم الجمعة أبدا ما يشترك في الحروب ما يشترك فأتى الخبر إلى الرسول الجابي اجي للرسول قال هش يكري يقول الرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال ويل شنو شان اسمه تعالبه 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 ويل لثعلبه هذه الآية نزلت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين أقول أكو الشيء النزول متعددها في هذه الآية والآيات التي نتلوها خب الله أعطاه فلما آتاهم من فضله أعطاه الله بخلوا به يعني بما آتاهم زكاة ما يدفع خمس ما يدفع بخلوا به وتولوا يعني أعرضوا وهم معرضون ترك الرسول أصلا ما يجوا عند الرسول أصلا لا صلاة جمعة لا صلاة الصباح لا صلاة الليل أبدا ما يجوا ويمكن ما يصلون لأن صاروا منافقين معا شنو صار بالنتجة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم معنى ذلك البخل روايات أكو بها أحاديث من أسباب النفاق البخل مرة يبخل صدقات مستحبة هذا مغفور الله إن شاء الله البخل للواجبات مشكلة فأعقبهم نفاقا يعني لما بخلوا أتاهم النفاق حالة النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها بعد ذلك ما يتغيرون لأن الطمع يأخذهم والفلوس جايتهم ومتمكنين وبعين المناسبة يدفعهم للفقرة وما يدفعهم ليش بما أخلف الله ما وعدوه وما وعدوا الله قالوا لذا أغنانا الله رح ننفق رح نعطيه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يقولون في الروايات تعقيبا لهذه الآية من علامات النفاق شنو خلف الوعد شوفوا بما يعني بسبب باء سببية بما أخلفوا الله ما وعدوه من أسباب حالة النفاق خلف الوعد بعد شنو ومن أسباب حالة النفاق الكذب بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون طيب هذول اللي هشكل يقولون وهكذا تعاملوا مع الرسول ونافقوه ما يدرون أن الله يعرم كل أسرارهم ما يدرون أنه في الخيمة الفلانية جلسوا وخططوا وتآمروا لقتل رسول الله ما يدرون أن الله يدر أنه سبوا رسول الله وكفروا بعد إسلامهم كل شيء يدر الله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم نجواهم لأنهم كانوا يناجون مع بعضهم ويتآمرون والقصص معروفة في الكتب كثيرة نحن وأن الله علام الغيوب يعلم الغيب والغيوب كل الغيوب معلومة عند الله سبحانه وتعالى هذه الجملة وأن الله علام الغيوب تهز الإنسان يعني حقيقة إذا واحد يفكر أنه دائما في حظرة الله سبحانه وتعالى وتحت مرصاد الله سبحانه وتعالى وتحت عين الله سبحانه وتعالى شوي ينتبع يعلم غيبنا يعلم سرنا يعلم ضمائرنا هذه يعني تر يعني ترب الإنسان على التقوى إن شاء الله خب قصة ثانية أو حالة ثانية من المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات هذا شنو صار قرار يأخذون الزكاة والجبات راحوا إلى المزارع إلى المتاجر إلى البساتين يجمعون زكاة حتى يصرفوه على الفقراء على المقعدين على أولاد ابن السبيل قلنا مصارف الزكاة شنو قرناها ثمن مورد للصدقات للفقراء والمساكين وإلى آخر أخيرا ابن السبيل وعلى الحرب أيضا هو بالنتيجة الدولة تمكنت صارت دولة في المدينة يحتاج إلى مساعدة الجنود إيواءهم أكلهم ذابسهم عوائلهم صحيح أن الجهاد طوعي يعني هو المسلم لازم يجي يرتب وضعه ولكن بالنتيجة صار جيش فشنو صار إجوا متطوعين الآن لم أكن عدد إصطلاح مثلا يقولون شباب متطوع متطوع يعني من كيفه من قلبه من إرادته من نيته طيبة يجي يتطوع العلماء يستفيدون من هذه الكلمة أن هذه النفقات المستحبة أيضا ومو النفقات الواجبة ليش لأن تطوع به مو واجب الواجب معلوف خمس زكاة زكاة الفطرة كفارات هذه واجبة تطوع لا زيادة على هذه هذول منه هذول بعض المسلمين كان عندهم إمكانيات مالية ويشوفون ناس ما عندهم إمكانات مالية يردون يرحون للحرب في قضية تبوك هذه صارت وغير تبوك يجون يساعدون هؤلاء الفقراء يشترون لهم سيوف دروع ملابس حصان فرس وهكذا أكل يتطوعون من قلوبهم يعطون لهؤلاء الفقراء المنافق يشيثون المنافقين لمن يجون للمسجد ويشوفون أنه هذول يسيون تطوع يلمزوهم يلمزون شنو معنو ويل لكل همزة لمزة اللامز يعني تعيب يعيبون العجيبة في الرواية أنه المتطوع المتمكين قالوا بابا هذا رياضة يسوي بس هذا جاي مخلص يضطي هذا يريد يكبر نفسه في المجتمع هذا مرائي هذا فلان الفقير كان يجيب شوية فلوس ما عنده فيقولون شوفوا 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 شلون جايب مثلا قونية حنطة جايب قونية رز جايب المهم أنه يتطوع وهؤلاء يلمزون المتطوعين في الصدقات خواب شلون أحوالكم حجي السلام عليكم هذول لمن يجون احنا لازم نقطع الحديث ليش لأن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه هو الصبط صبط رسول الله ولازم ولازم في هذه الليلة أن نتبارك به طبعا أنا عندي موعد ما أقعد ولكن أنتم يقعد الأخ يشنف أسماعكم إن شاء الله بالأشعار الولائية بعد الصلاة على محمد وآل محمد أسعد الله أيامنا وأيامكم ونبارك لكم ما تبقى من هذا الشهر العظيم وفي المنتصف ولادة كريم وأهل البيت سألين المولى بحق ليلة مولده المبارك بحق كرمه والله تعجيل الفرج يا الله سألين المولى أن تقضى الحواج هذه الليلة المباركة ليلة المولد شفاء جميع المرضى مرضانا مرضاكم لاسيما المرضى المنظورين يا رب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله وآل محمد الله وآل محمد الله وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اسمك يا مولاي يا مولاي على طاها النبي تعليه يا ايه الصلاة خير خلق الله يمّا وأبا رابع الأطهار من أهل العابة يا محبّل آل صلوا علي يا يايان حلّ ميلاد إما يا مي المجتبى الله وآل محمد الله وآل محمد بيبان 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 فرشت موبيت لك بالعين بالعين مولاي يا كريم والي البيت فرشت موبيت لك بالعين بيبان 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 الحسن من صطع نور الكرم بيبان بيبان منو مثل فتح للظيف للظيف منو مثل فتاح للظيف بيبان 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 تقصد التي ناس كل صبح ايم منو مثي صلوات الله بالمو والمحمد اخذي صحبي اشتركوا في القناة على الكون منهل منهل غدت تسألني بعض الناس منهل جان وقلت هذا الحسن سيدي مولاي جان وقلت هذا الحسن منهل منهل نبينا المصطفى خيري البري صلوان اشتركوا في القناة 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 او يا سامع الصوت العيدة او يا سامع الصوت يلا 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 بلغت حب الغرامي وتهنئ من الخاطر وادري تحقيق الاماني بشفي حصل باتشور لا يلوموني على حبك لو اظلم ساهر لو اظلم ساهر عصراطط من نجاتي وبمحبتك عبر والبس على الرأس على الرأس على الرأس تاجي الذهبي ويا سامع الصوت ويا سامع الصوت ويا سامع الصوت صل على النبي يا سامع الصوت صل على النبي ويا سامع الصوت ويا سامع الصوت وعلي الحسنة وجمال الجمالة ما وصل يوسف واسميله ذكرته يقوم قلبي يرف مولاي واسمه له ذكرته يقوم قلبي يرف سولف يا قمر عن الحسن سولف سولف يا قمر عن الحسن سولف وتغار العين منرموشة وتغار العين منرموشة وتغار العين مولاي مولاي الحسن وروحي وضميري وشمعتي بدنياي ويا ما صاعد ويا النفس يا ما جاي عم الماغارق وبحبه لا يهوس وياي الماغارق وبحبه لا يهوس وياي وعم يستاهل هل يلا الهو سيستاهل هل يلا الهو سيستاهل هل يلا الهو سيستاهل هفرح 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 يلا الهو سيستاهل هل يلا الهو سيستاهل هل يلا الهو سيستاهل هل غالي الحسن عندي وأغلى من غالي وظل باسمه يدكل ساعد اللالي ولحظة صورتها مدغيب عن بالي الله يقضح حوائجكم بحق الكريم والله يشفي مرباكم يعودكم في كل سنة ولحظة صورتها مدغيب عن بالي وفرحان اليوم فرحان اليوم بميلاده 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 صل عنني بالمختار وولاد ميلاد الحسن تتجدد عياد بها العادة ايو الله بها العادة نولدنا ونبقى عال عالعادة وعساكم كل سنة وانتم ميين عواد صلوات الله يحفظكم يقضى حواجكم يشفي مرضاكم يعوتكم في كل سنة وانتم في اتم الصحة والعافي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى على محمد وعلى محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عمد الوجود